اه قبل النصف النهائي طبعا بتبقى طبعا بيننا وبين التراجي طبعا بين فرقين كبار زي الاهلي والتراجي طبعا بيبقى المباراة بتبقى قوية اه طبعا احنا نحضر المباراة بشكل كويس وان شاء الله احنا عندنا مطشين ان شاء الله بكرة كده ربنا قوفنا ورجعنا ان شاء الله بالمجسب ان شاء الله اه اكيد طبعا الفترة يعني احنا المباراة المباراة بعمتا بتبقى بين وبينها التراجي طبعا بتبقاش لها يعني لاش يعني يعني زي من تقول خمسين خمسين طبعا عشان الخبرات الاهلي والتراجي في افريقيا كبيرة والعيبة اللي موجودة هنا وهنا عندهم خبرات كبيرة طبعا بانه بالنسبة ان احنا عندنا مطشين احنا بالنسبة ان اي حد من يجي لعب فرق كبيرة فرقة صغيرة الفرق باننا بالنسبة ان احنا من نحترم الفرقة كنت سهارة للفرقة الكبيرة هو ده بالنسبة الله اللي احنا مشغلنا عليه فترة اللي فاتت كمجموع وكجهز فني ونحضر بشكل كويس لأي مبارا بالنسبة ان المبارا ليجاية Mit Dear limitations بالنسبة لنا احنا عندنا بكرة مطش مهم جدا مع فريق كبير طراج التونس طبعا احنا منحضره بشكل كويس وقعد يكون مفكر في الماتش اللي بعديه أهم ماتش هو ماتش بكرا إن شاء الله طبعا موازي طبعا من اللجوان اللي محترمه باله كتير طبعا وعنده خبرات كبيرة في أفريقيا وخبرات كبيرة في انتخب تونس بس برضه تراجي فرقة كبيرة وعنده قائمة كبيرة من اللعيبة يعني أي حد يكون موجود أكيد طبعا هيبقى نفس المستوى مش تقليل من موازي بس أكيد أي فرقة كبيرة يبقى عندها قائمة كبيرة زي الأهلي زي أي فرقة كبيرة في أفريقيا بيبقى بالنسبة لأي حد يكون موجود بيبقى أحسن من اللي موجود إحنا بنيجي نحضر نحضر على الفرقة كلها ونحضرش على أفراد إحنا منفرج على الفرقة كلها واللعيبة كلها بتحضر الفرقة التراجي ونفرج على بشكل كويس وإحنا مثلا كفرقة منحضر كتين كامل فرج عليها وما نبصش على أفراد إحنا نبص على الفرقة بس شكرا أكيد طبعا الفترة الأولينية بتاع الدور المجموعات طبعا إحنا كنا مضغطين بشكل كبير جدا في المباريات كنا في مباريات في الدوري وفي كاس العالم الأندية وفي كاس وفي أفريقيا كنا مضغطين الفترة اللي فاتت دي دي النقطة الوحيدة اللي إحنا كنا بشكل يعني ماشيين مش قوي في دور المجموعات بس الحمد لله إحنا عدينا الصعوبات دي ودرويات إحنا الوقت وصلنا النصف النهائي مع الفرق كبير زي فريق تراجي بكرة طبعا نقدرش أكلم فنيا أنا أهم حاجة بالنسبة لي كنادي أهل وكفرة إحنا منحضر بشكل كويس للفرقة مع الجهاز الفني وإن شاء الله الفرق بكرة يكون اللي مع التوفيق أكتر بكرة ومحترم الفرقة أكتر هو اللي يكون إن شاء الله مع التوفيق وياريت يكون إحنا إن شاء الله يوم معنا التوفيق ونرجع منصورين إن شاء الله كابتنا أحمد حسن قدخة بيوم متكلمه على التراجيه طبعا الماتشات بطرقة كبيرة زي دي بتاع بتفصل كويس جدا من بطولة وبطولة ومن ماتش وماتش وبالنسبة للماتش للنادي الأهل والنادي التراجي بلنسبة له يبقى ماتش قوي جدا بيكون مركزين جدا ومحضرين لي بشكل كويس هم عارفين يعني يكري من بطولة أفريقيا بيكون موجودين عارفين يعني يكريم يعني يمحضرين بشكل كويس من وراء طبعا هي المباراة everyone fantastic لا بيق BecraftOL ترجمة نانسي قنقر